السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلبة الصف الخامس إن شاء الله اليوم بناخد حصة في حفظ الآيات من سورة الحاقة الآن بنكمل إن شاء الله الآيات من 16 إلى 20 خمس آيات إن شاء الله بتحفظها وتسجلها بصوتك أو فيديو إن شاء الله وترسلها لي على الخاص بإذن الله طبعاً نبدأ إن شاء الله الآيات من 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابي إن شاء الله بنحفظ هذه الآيات حفظاً جيداً بإذن الله وجزاكم الله خير طبعاً معنى الآيات سريعاً طبعاً نحن قلنا إذا وقعت الواقعة أي يوم القيامة وانشقت السماء سوف تنشق السماء لنزول الملائكة فهي يومئذ واهية الواهية الضعف والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية نحن نعرف أن حملة العرش عددهم ثمانية يومئذ تعرضون أي في يوم القيامة تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا شيء يخفى منكم ولا أحد يخفى منكم على الله بل لا عمل يخفى منكم لا عمل يخفى منكم فكل أعمالكم ظاهرة على الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه إذا تطايرت الصحف الإنسان يمد يده إذا مد يده اليمين أو اليمنى فإنه إن شاء الله سوف يحاسب حساب يسير وأما من مد يده اليسرى أو اليسار فإن له جهنم عافان الله وإياكم فيقول ها أم قرأ كتابية أي خذوا قرأوا هذا الكتاب إنه كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية أي تيقنت بهذا اليوم وكنت على يقين أنه يوجد يوم آخر أو يوجد يوم آخر وهو يوم الآخرة أو يوم القيامة فهو في عيشة راضية في جنة المعالية إن شاء الله تحفظ الآيات إلى عشرين التي تنتهي بني ظننت من الملاق شكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته